وفيما يلي السيرة ذاتية لشي جينبينغ شي جينبينغ من قومية خان ولد في يونيو عام 1953 وهو من فوبينغ بمقاطعة شانسي بدأ أول عمل له في يناير من عام 1969 وانضم للحزب الشيوعي الصيني في يناير من عام 1974 تخرج من تخصص النظرية الماركسية والتعليم الأديولوجي والسياسي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تينخوا وأكمل برنامج الدراسات العليا أثناء عمله وحصل على درجة الدكتوراه في القانون يتولى حالياً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية